أسئلة الجمهور وأسئلة حضركم هيسن فتح الله مبروك علينا كلنا كونفدراليه هل هيتم إضافة عناصر جديدة على الجهاز الفني لفريق كرة كابتا حسين إن شاء الله هل هيتم إضافة أخصائي نفسي طبعا هل تطوير مبنى فريق كرة القدم انتهى وإيه تفاصيل خطة التطوير تمانية ست تمانية ست هيتم الانتهاء السؤال اللي بعد كده أسامة هل في إمكانية تعودة الدرعين وقدح في اليد حاليا عقدهم لسه مستمرة إنما في تواصل إنما لو رجع أي واحد طبعا إحنا بندرعين اللي هم الأخوين الدرع يحيى وسيف إنما يعني إن شاء الله لو في أي واحد من دول هيرجع يرجع الزمالك فور السؤال اللي بعد كده يا ناس يا ناس الزمالك بطل الكاس قول لكابتن حسيني يهتم بصحيته شوية محتاجين وعوضنا عن السنين اللي فاتت وقول له إيه رجع بين شرق حاضر السؤال اللي بعد كده محمد عمرو جزيجو ميز قال في برنامج إنه يتمنى انضمام إمام عشور لزمالك هالإإدارة ممكن تتفاوض معاه أنا رديت عليك ده سؤال قلت إنه ده سؤال مش وقته دلوقتي سؤال وليد همسة حقرة لماذا لا يستعيني النادي بمدير فني أجنبي لقطاع الناشئين يضع الخطط ويراقب تنفذها مثلا تكيز جنياز بعمل له كده هيحصل هيبقى في مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بعمل له كده يبقى كابت الحسينية طبق هل المجلس سوف يأخذ خطوات لمحاسبة المجالس السابقة على إهدار المال العام المتفوعة في كل القضايا السابقة والحالية؟ أي حاجة محتاجة تروح النيابة بنوديها النيابة أي حاجة محتاجة تروح لأي جهة رقبية سواء وزارة الشباب والرياضة أو الجهاز مكازر احنا شغالين في دي تمام بما يملي علينا ضميرنا ويحافظ على حقوق الزمالك ويحافظ على حقوق الزمالك ومن أول يوم محمد جمال إمتى هنشوف في الزمالك لاجنة تخطيط مدير للتعاقدات شركة شركة الكورة وعايز أوجه شوك المجلس قدار ركابتان حسين على مجهودهم طوال الفترة اللي فاتت طيب شركة الكورة دي يعني شغالين عليها بس دي بتاخد وقت ويعني في تايم فريم محطوط؟ في تايم فريم إنها تطلع بفور آآ آآ اندروف زيسي زيسي لا لا السنة الجاية يونيا الجاية يونيا يونيا اللي هو الفين الخامسة وعشرين أيوة تمام يعني خلال سنة من دلوقتي تقريب خلال سنة من دلوقتي آآ لجنة تخطيط ومديل التعاقدات ولا دي مهام بيقوم بيها مجلس إدارة؟ لا دي مهام بيقوم بيها مجموعة من مجلس الإدارة وما بنحبش نقول مين بيقوم بإيه تمام بس آخر سؤال آآ بليغ محمد اقتراح لماذا لا يتم عمل أبليكيشن اللي لدي بشتراك سنوية بسيط ويمكن التنصيق مع الشركة الرعية لبث المباراة والتدريب القصب اللعيبة وقناة الزمالكة على أبليكيشن واحد شغالين عليها وعشان كده موجود معانا على رأس المنظومة الإعلامية لأستاذ عمر خفاجي وهو يعني أشهر من نار على العالم في هذا المجال وفي كل المجال الإعلامي شغالين عليها كواس جدا بس يا جماعة إحنا مش ملاحين والله كل الملفات اللي مفتوحة دي زي ما أنا قلت عندنا حاجة بالعرض كلنا بنشغل عليها بنشغل بس في نفس الوقت عندنا خط مستقيم حطينه تارجت أو هدف قدامنا شغالين قبل ما نروح